كل لغة عندها الأبجادية بتاعتها الأبجادية فيها حروف الحروف بتعمل منها كلمات الكلمات بنقلف منها جمل عشان نتخاطب ما بين بعض والجمل دي لازم نرجع نترجمها علشان قدر نوصلها لأكبر عدد ممكن في العالم الألوان حاجة تانية لغة تانية لغة لوحدها بتتخطى الحدود العروق والجذور الأحمر في كل اللغات يعني خطر stop stop الأخضر يعني it's okay go on أزرق بالأكل ما تكلوش في مشكلة الألوان هي أول لغة بيتعلمها الطفل وزي أي حاجة في الدنيا زي أي لغة بتتطور وبيزيد عليها كلمات الألوان برضو بتتطور من هنا نشأت فكرة color trends أو اتجاهات الألوان color trends أو اتجاهات الألوان مش حاجة مش ضوء فردي مش حاجة بيفرضها علينا حد ما فيش براند كبيرة بتيجي بتقول لنا الأحمر ده السنة دي هو الموضة أو الأخضر ده السنة دي هو الموضة color trends هو علم قائم بحد ذاته color trends هو حوارنا مع المتغيرات البئية والثقافية والاجتماعية اللي حوالينا عشان كده إحنا السنة دي مع كل اللي حصل بسنة 2020 مع كل المتغيرات والشيفتينج اللي حصل للcolor trends لتاعت 2021 في دهانات جي أل سي كررنا نعمل حاجة تانية كررنا نبتدي السنة ننهي سنة 2020 نبتدي سنة 2021 على positive note كررنا نتعاون مع خمسة من أكبر مهندسين ومصممين في مصر شوشة كمال هشام مهدي محمد بديع محمد بدر أحمد فياد وتقول ديو رسبكت أنا يعني بحبهم كلهم وكلهم عظيمين فأنا رتبتهم كده حسب مجافة عقلي وقلنا لهم مرحبا لحنا دهانات جي أل سي عنا 24 لون اتسبلت of the color trends 2021 ده الكونسبت ده هم جم منين this is what they mean لو احنا ديونا لكم 24 لون دول وانتو كان عندكم مطلق الحرية تعملوا اللي انت عاوزينه هتعملوا ايه وكأي شركة بتستثمر في أي مشروع احنا بيكون عندنا توقعات expectations وROI وكده بس النتيجة اللي عملوها الخمس أشخاص دول تخطط كل توقعاتنا تخطط كل حاجة احنا كنا مفكرين مفكرين فيها اللي شفتوا اللي شفتوا اللي شفنا كلنا كنتيجة للأعمال اللي هم عملوها يعني دالنا أمل ببكرة أحسن دالنا أمل انه لسه فيه كمية إبداع وكمية ابتكار دالنا أمل انه الألوان الدزاين الهندسة الفن ممكن يخلوا بكرة أحلى بكتير 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 الأعمال اللي عملوها كانت معمولة بكمية حب كبيرة قوي بكمية شغف كبيرة قوي فصعب أوصف أنا حاسس إيه لما أشوف كل ألمنت من الألمنت اللي هم عملوها عشان كده هخلي الصور هخلي الفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها بعدين هي تتكلم عن أعمالهم يعني وأتأمل انه السنوات اللي جاية نتعاون معاهم مع مصممين تانيين وأتأمل انه الحاجة اللي احنا حسينها واللي احنا شايفينها توصل لكل واحد فيكم من اللي بيشوف وبيحضر وبيعلق على الحاجات اللي هتشوفوها شكرا جزيلا